في العشر من أكتوبر من العام 2013 صر للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وزير جديد هو التجمعي أنيس بيرو خلال ما يقارب العامين والنصف من تقلده لمسؤولية قطاع الهجرة اختصر بيرو مقر الوزارة في حقيبته متنقلاً بين الدول التي يستقر فيها المغاربة بجهة العالم الأربع في زحمة المؤسسات المعنية بمغاربة العالم ما فتأت أسهم الانتقادات توجه إلى الوزارة بين من يعتبرها حشواً في التشكيلة الحكومية ومن يرها واحدة من أهم الوزارات على الإطلاق لأنها تعنى بقطاع يعد صناعة ثقيلة وأول مدر للعملة الصعبة على خزينة الدولة منذ العام 82 تسعمائة وألف لحدود اليوم مساحة زمنية غنية بالمحطات تؤشر كلها على مصاري مهني استثنائي لرجل استطاع على مدار 34 سنة فرض اسمه بين لائحة الموظفين السامين ورجال السياسة ابن مدينة بركان انطلق مطلع الثمانينيات بدبلوم مهندس في الإحصاء الاقتصادي ليشغل منصب رئيس قسم الإحصاء والتوثيق بمديرية التخطيط والدراسات بوزارة الأشغال العمومية وفي سنة 1990 عين رئيسا لمصلحة التسعير وبعدها بثلاث سنوات منصب مستشار في تدوير لدى المديرية العامة للمياه ثم رئاسة الوحدة المركزية للتنظيم بوزارة الأشغال العمومية ما بين 95 و 97 و 900 و 1000 مطلع الألفية الثالثة استطاع أنيس بيرو أن يجد له موطئ قدم في الدائرة الضيقة لبعض الوزراء مدير لديوان وزير تعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وقبلها مدير ديوان كاتبة الدولة للتعاون الوطني أما بين العامين 2002 و2003 تولى إدارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية قبل أن ينتقل إلى منصب الكاتب العام لوزارة تحديث القطاعات العمومية الذي اعتبر فاتحة تعيينه في الثامن من يونيو من العام 2004 كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية وتعليم العالي وتكوين الأطر مكلفا بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية ومنتصف أكتوبر من العام 2007 تم تعيينه كاتبا للدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية مكلفا بالصناعة التقليدية حيث ظل في هذا المنصب إلى غاية يناير من عام 2012